هنا لا تختلف معاناة سالم البرعسي عن بقية سكان مدينة دير البلح المقتضة بألاف نزحين من الشمال على بعد أمطار من خيمته تنبعث الروائح الكريهة والغازات الناجمة عن تكديس أكوام النفايات منذرة بانتشار الأوبئة والأمراض وما يزيد الطينبلة تعطل الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود لتحريك وتشغيل الآليات لنقل النفايات فضلا عن صعوبة الوصول إلى مكب النفايات الرئيسي بسبب المنع والقصف الإسرائيلي المستمر باحات وطرقات لم تغب عنها أطنان من النفايات نجم عنها انتشار القوارد والحشرات المختلفة التي تهدد بكارثة صحية وبيئية روايح كريهة وأمراض انتشرت عنا كل أسبوح هذا بأمراض من الصغار والأطفال والكبار السن كل أمراض بثالثة الريحة والإزبالة المنتشرة مأساة إنسانية غير مسبوقة تنبع بفتك الأوبئة والأمراض المؤدية بالقطاع وزارة الصحة في غزة حذرت من أطنان النفايات المكدسة في الشوارع وانتشار الأمراض بين النازحين وفي مقدمتها الأمراض التنفسية إذ سجلت منذ بداية الحرب أربعمائة وثمانون ألف حالة لأمراض الجهاز التنفسي حسب مركز الرعاية الصحية الأولية في حين تم تسجيل ما يقارب أربعة عشر ألف حالة إسهال فضلا عن تسجيل ستة وعشرون ألف إصابة بمرض الجرب والتفاح الجلدي أمراض وأوبئة تتشكل في ظل تدهور منظومة الرعاية الصحية وتباطئ الإمدادة الإنسانية ونقص للأدوية التي لم يتسلم منها القطاع سوى أقل من عشرين بالمئة من الاحتياجات الأولية